ولتغطية أكبر للمهرجان الـ 31 في الجنادرية نضم إلينا من هناك مراسل الإخبارية المستمر خليل الجبيري خليل مرحبا بك معنا في نشرة الخامسة اليوم خليل يبدو أن الإقبال على المهرجان أكبر لتوافقها مع إجازة أسبوعية وأيضا الأجواء المناخية المناسبة لهذا اليوم التي بدأت من أمس ما هي أبرز الفعاليات التي توجد لديك في الجنادرية وإذا ما كان هناك جديد حول أي معلومات حول هذا المهرجان فضل خليل نعم وليد شكرا لك شكرا مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم نحن متواجدون الآن في الجنادرية 31 هذا المهرجان التراثي والكرنافالي الكبير الذي يضم جميع مناطق ومحافظات وقراء المملكة التي تشارك بتراثها الجميل بلمس سجلت وزارة الحرس الوطني والمسؤولين عن قرية الجنادرية عدد الزوار حتى أول يوم إلى قرابة 700 ألف زائر يعني عدد ما شاء الله جدا جميل اليوم كان هناك زحام جديد على بوابات الدخول للجنادرية تواجد كثير للعائلات خاصة بما أن في إجازة نهاية السبوع وهو يوم الجمعة الذي وافق إجازة نهاية السبوع درجات الحرارة الآن تشير إلى الرابع والعشرين درجة معوية والأجواء جدا جميلة هنا ومناسبة للزوار الجنادرية بالليل بإذن الله ستصل إلى 17 درجة معوية بإذن الله في مساء هذا اليوم الأجواء جدا جميلة الأجنحة موجودة ومتوفر جميع العاملين في هذه الأجنحة لاستقبال الزوار بالفنون الشعبية التي تمتاز بها مناطق ومدن المملكة وتتنوع بها نحن الآن متنجدون في جناح منطقة نجران هذه المنطقة الجميلة التي تعيش على الحدود الجنبية خاصة أنها تعيش على الأزمة الحرب التي هي هناك ولكن أهل نجران في هذا المكان هم يقدمون كل ما لديهم يرحبون بضيوفهم ترى هناك وسعة الصدر ترى هناك العرضة الجميلة وهي رخصة الرزفة هذه الرخصة الجميلة التي يقدمونها أهل نجران للحديث أكثر عن منطقة نجران وما يقدمونها من هذه السنة في سنة 31 الجنادرية وما يقدمونهم هو الجديد سرون أن يكون معنا يا أستاذ حسن بن مهدي محمد بن مهدي وهو رئيس الوفد منطقة نجران راحبك أستاذ محمد معنا يا مرحب الله يحييكم التلفزيون السعودي ممثلا في قناة الأخبارية في قرية منطقة نجران الله أعطيك العافية أستاذ محمد بداية حدثنا عن مشاركتكم في هذه السنة 31 في جناح نجران مشاركة منطقة نجران كغيرها من إمارات المناطق تشارك بقرية متكاملة عدا عن التجهيزات هناك القرية أساسا مكوناتها وكما تشاهد من خلفي مبنى الدربة ومن المباني المشهورة في منطقة نجران عبارة عن سبعة طوابق الطابق العرضي دائما يكون للأعلاف والماشية بقية الأدوار للسكن الطابق الأخير وهو يكون مطبخ لجميع ساكني الدرب الدرب وهو في الغالب كان تسكنه كبيلة واحدة أيضا هناك مبنى آخر اللي هو المقدم ومبنى المشهورة هذه من أساسيات القرية هناك معرض متكامل للمنطقة يحتوي على جميع المكتنات التراثية أيضا فيه عرض جميل لبعض الآثار وخصوصا ما تحتويه مدينة أخدود وهناك شرح مستفيض للزائرين عن تلك المدينة ما شاء الله أستاذ محمد هم الفنون الشعبية تشاركون فيها منطقة نجران؟ الفنون الشعبية في منطقة نجران وهي اللون الزامل واللون الرزفة اللي كان قبل شوي شاهدتموه على عرض الجنادرية في مسرح القرية أيضا هناك لون المرافع وطبول وهناك لون المثلوثة هناك عندنا بيت شعر يحتوي على عدد من الشعراء والمشهدين والرواه والقصص ويؤدى فيه بعض الهازيج عن الألوان الشعبية منطقة نجران أثناء تدني درجات الحرارة في الجنادرية هذا المساء والله الحمد ننعم بأجواء جميلة جدا ننعم باعتدال الجو وهذا ساعد على الكثافة الجماهيرية موقع القرية بشكل عام موقع مميز على المدخل الرئيسي للجنادرية ومدخل كبار زوار مهرجان الجنادرية طيب أبو مهدي سؤالي الأخير لك كيف تلقبال الزوار لديكم في الجنادرية لقبال كما تشاهد يعني منذ انطلاق المهرجان كانت الأجواء مؤثرة إلى حد ما على الجنادرية بشكل عام مع اعتدال الأجواء صارت الجنادرية مكتضة جميعا بالزوار الزوار يتبادلون بين القرى والمدن ما بين الفينة والأخرى يكون عندنا مجموعة من الزوار ينتقلون إلى مكان آخر ومن ثم يأتينا من القرى الأخرى زائري نستضيف بعض المشاركين وبعض الزيارات متبادلة بين إمارات المناطق يعطيك العافية أستاذ محمد بن مهدي الله يعافيك شكرا لك وليد تحدث معي لأستاذ محمد بن مهدي وهو رئيس الوفد المشارك في منطقة نجران عما يقدمه هذا الجناح الجميل منطقة نجران الجميلة وهذا البرج الذي هو بالخلف يقع في هذا البرج الجميل الذي معروف ومشهور لدى منطقة نجران هناك هذا ما لدينا وليد شكرا جزيلا مرسلين وزميلنا خليل جبيري سنتواصل معك إن شاء الله خلال الأيام القادمة أيضا حول أبرز المستجدات التي ستحدث من فعاليات في المهرجان وطني التراث الثقافة الواحد وثلاثين شكرا خليل للزملاء هناك